ولأنه محمد عدلي أبدع ولأنه بيننا أصدقاء مشتركين كتير يعني موصيين عليه توصية مزهلة وإن كان هو مش محتاج وصاة دولة يوصي علينا منورنا محمد عدلي مؤلف واحد من أجمل المسلسلات اللي ظهرت خلال الفترة اللي فاتت إزاي حضرتك يا حيوة كنوز عمل إعادة كل سنة وحضرك طيب وانت بصحة وسلام ورمضان كريم عليك الله أكرم أنا بشكر حضرك جدا أنت من الحلقات الأولى وانت بتشيد بالمسلسل ودي حاجة مفرحانة جدا حقك حبيبي حبيبي حقك وقال من حقك تعالي نخدها واحدة واحدة يحيى وكنوز دي تولدت إزاي؟ يحيى وكنوز كانت تولدت بالصدفة يعني أنا طول الوقت بحس أن أنا بس عن نفس السؤال ليه ناس كتير ممكن مش مصريين بيقدموا الحضارة المصرية القديمة من وجهة نظرهم بالمراجع اللي هم بيقروها بطريقتهم هم حتى بيستغلوا الأحداث الحضارية العظيمة اللي بتحصل عندنا بطريقتهم فطول الوقت كنت عاوز أستغل حدث حضاري عظيم زي حفل موكب المميوات لصالح نحن إن أنا أربط اللي حصل دراميا في عقل الجيل الجديد حتى الكبار مش الصغيرين بس فالفكرة كانت صدفة يعني مجرد سطر أو والله عايز أقولك إن هاريكورد على الواتساب بينيو بن المشرف العام على المشروع كله سيد اسلام عبد الحكيم قلتلوا إيه رأيك لو فيه طفل صغير عنده فضول وحضر حفل المميوات الموكب مع فرحلة مدرسية والفضول خلاه يدخل جوا عربة ملكية وحصل يعني حاجة اللي هم اتشافت في الحلقة التانية ممكن يحصل إيه إنت من رأيك وفجأة الفكرة الحمد لله بعد شغل كتير تحولت لمعالجة والمعالجة بقت حلقات والموضوع كبر والحمد لله يعني خدنا شهور عشان ننفزه ترجمة نانسي قنقر